استضافت جامعة تنتا اليوم مؤتمر مواطنية الغربية والحوار الوطني بالتعاون مع محافظة الغربية والتحالف الوطني للعمل الأهلي بمركز المؤتمرات بالجامعة يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجهات الرئيس السيسي تحت مظلات الأكاديمية الوطنية للتدريب وبالتنسيق مع كافة فئات المجتمع لإدارة حوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية رابع محطة من محطات الحوار الوطني انطلقت من جامعة تنتا والذي تأتي تحت شعار الطريق نحو الجمهورية الجديدة حيث شهدت قاعة الجامعة لقاء جماهيريا مع عدد من ممثلي الجامعيات ومؤسسات التحالف الوطنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الجامعيات الأهلية وأساتذة الجامعة والطلاب محافظة الغربية طارق رحمي استرد في كلمته الإنجازات التي تحققت في مجال الصحة والتعليم والمشروعات التنموية مهمة قوي عقد هذا اللقاء في محافظة الغربية لأنه بيضم النهاردة العديد من التواقف والطيارات المختلفة والفئات المختلفة من المجتمع النهاردة احنا بندعو الشباب بندعو العمال بندعو الفلاحين بندعو الجامعة والمثقفين والأحزاب السياسية المختلفة والنواب مجلسي الشعب والشيوخ في الحقيقة تواقف كثيرة جدا كله سيدله بدلوه بأراءه بمقترحاته في حل المشكلات والتحديات اللي بتواجه المجتمع في هذه الفترة خصوصا في زل الجمهورية الجديدة اللي هي بتهتم بالإنسان المصري احنا مش بس بنهتم بالصحة وبالتعليم والثقافة والفنون وإنما أيضا بالاستماع لأراء المواطنين المختلفين رئيس جماعة طنطة الدكتور محمود زكي أكد أن الندوة جاءت لتتناول المحاور الأساسية للحوار الوطنية وهي المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلينا نقول أن الحوار الوطني ما هوش قاصر على النخبة فقط ولكن احنا بنحاول دايما أن احنا نشارك جميعا بشبابنا وأعضاء التدريس والمجتمع المدني كله يشارك في الحوار الوطني بحيث يكون فكرة الإتاحة اللي هي أساس الجمهورية الجديدة تكون موجودة دايما في كل وقت هنركز على عدد من القضايا المهمة زي قضايا التعليم ما احنا في جامعة بقضايا التعليم الصحة احنا فيما يجي طبعا عدد كبير من الموجودين معانيين بقضايا الصحة ايضا معانيين بقضايا الأسرة وتمسك المجتمع برضو القضايا السكانية كل هذه المسائل هنقشل النهاردة في وجود نخبة من القيادات التنفيذية والقيادات الدينية احنا طبعا معانيين نهاردة نخرج بعدد من التوصيات والمقترحات اللي احنا نرفعها تروح لمجلس ومناء الحوار الوطني تمهيداً ان يتخرج الى حيث النوبة في صورة تقرارات او مشروعات قوانين وده الهدف الحوار ان احنا نبني الجمهورية الجديدة اللي يرسل ببادئها ودعمها فخامة الرئيسة الفتاح السيسي الندوة التي شارك فيها عدد كبير من الطلاب أكدوا ان الحوار الوطني يعد فرصة للتعبير عن رأيهم والمشاركة في بناء وطنهم من خلال طرح افكارهم المختلفة مؤتمر حوارة دايب نستفيد ان احنا على الاقل بنحتكب المسؤولين بنعرف المشاكل اللي في بلدنا ونقدر ان احنا نتواصل مع المسؤولين ونحلها انا استفاد ان انا كطالب في كله تحقق افتخر ان جامعة طنطة بتستطيع في هذا العرص العظيم وهذا الحفل العظيم في جامعاتها الموقر جلسات مسمرة تعرضنا فيها على انجازات محافظة الغربية اللي تمت على ارض الواقع انجازات جامعة طنطة من المشروعات ومن امور مختلفة سواء في الجامعة او خارج الجامعة بنستفيد ان احنا كشباب بنعرف الحوار الوطني وسيد الرئيس عفتاح السيسي دانا الاولوية اللي احنا نشارك ويكون لنا مقاعد واللي احنا نسمع يعني احوار وطن ما كانش بيحصل قبل كده في الدولة المصرية الا في عهد الرئيس عفتاح السيسي تأتي جلسات الحوار الوطني لتؤسس لمصر المستقبل التي تؤمن بالعلم والعمل والتي تعلن مصلحة الوطنية عن المصالح الشخصية للعبور الامن للجمهورية الجديدة محمد الخطيب التلفزيون المصري